هلو هلو اليوم راح انتبه القطع اللحم ونطبخها ونسوي اياها صلصة وتمين وياخد رواض فالطبق يمي يمي شوفوا اللحم الشون مستوي وطعمه كان فتشين مطبيعي تعالوا يلا خلينا شوف المكونات والطريقة قطع اللحم القطع شرح القطع شوية كبار 500 غرام راح اخلي عليها بالبداية بهارات مطحونة وبهارات مثل الهيش الرقائق لصغيرة وبعدين ابدي احمس للصالصة كل شي راح نيجي هسه خطوة بخطوة قطع اللحم بالبداية راح اخلي عليها كاري وكمون وببركة وفلفل حار يصر على شكل مثل الرقائق يعني اتب بالهزين وبعدين اخلي زيتي بجدر الضغط وقطع اللحم لون من الجهتين جدر الضغط او اي جدر عادي بس جدر الضغط حتى الطبخ شوية صر اسرع قطيت هاي لون على الجهتين راح اطلع قطع اللحم احمس البصل واحمس الثوم وكرافس وطماطا واحمس وياهم ملعقة طعام من معجون الطماطا الصلصة راح الصر حمرة واخلي عليهم صويصوص طعم هي تشي فالطعم الصويصوص كلش مميز ارجع عليهم قطع اللحم بعدين اضيف لهم مي على ما يضغط اللحم كلته واخليهم بالجدر على ما يستون تقريبا راح ياخد ساعة واقل من ساعة ويستوي اللحم جدر الضغط قبل لا اطف اللحم بعشر دقائق افتح القبق واخلي ملح واخلي يفوروا ياهم شوية وبعديا من يستوي اللحم اسده على صفحة راح يساوي التمن احمس بصل واخلي على البصل جزر مثروم ناعم وبزاليا وراح اخلي عليهم بس كاري وملح اخلي عليهم التمن بس ماتية 500 غرام احمسهم سوى شوية بعدين ضيفو لهم المي والتمن تعوفوه انطبخ عادي على ما المي مالتين شفت تهدروا هيك صار عندنا اللحم ويا الصلصة اللي صارت ويا شوف الصلصة شون صارت هيك تخينة ودسمة وبيها طعم كل اشياء اضفناها وهذا التمن مني شف ميا راح اوفو يتهدر خلصت مكونات اكلتنا هسا راح نقدمها بها الطريقة اللحم كان خرافي التتميل اللي عليا طعم اللحم يخبل ومستوي حيل اكلو يتمن ويا هاي الصلصة الطعم مو طبيعي لازم يتجربو وبالعافية مقدمة اشتركوا في القناة